بعد أن كان العراق قبل عام 2003 واحداً من البلدان التي يشار إليها بخلوها من المخدرات أصبح اليوم ساحة مفتوحة للتجارة والترويج للمخدرات وتعاطيها فقد شهدت حالات تعاطي المخدرات في العراق ارتفاعاً كبيراً وخاصة خلال العام الحالي مصادر طبية في محافظة البصرة كشفت مؤخراً عن وجود ما لا يقل عن 15 ألف تاجر ومتعاطي للمخدرات أغلبهم مسجلون لدى الدوائر الأمنية كذلك كشفت مديرية شرطة البصرة عن وجود تجار مخدرات وصفتهم بالعمالقة يعملون من خارج المحافظة وتحميهم جهات متنفذة كذلك الأمر في محافظة نينوى التي أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الحالية ضبط 77 ألف حبة مخدرة جنوبي مركزها مدينة الموصل ويعزو مراقبون سبب انتشار المخدرات في العراق إلى الانفلات الأمني وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية خاصة مع إيران التي تقوم بإدخال المخدرات إلى العراق وفق سياسة هدفها تدمير المجتمع العراقي وبشكل خاص شريحة الشباب التي تعتبر العمود الأساس في بناء المجتمع كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتفكك الأسرية وغياب فرص العمل للشباب كلها عوامل أسهمت في انتشار المخدرات في العراق مفوضية حقوق الإنسان في العراق كشفت عن أرقام صادمة بشأن تجارة وتعاطي المخدرات في العراق فالإحصائيات الرسمية الأخيرة بحسب المفوضية تشير إلى وجود ألفي معتقل عام 2016 بتهم للتجار أو تعاطي المخدرات في حين تضاعف الرقم حاليا أربع مرات ليصل إلى أكثر من ثمانية آلاف معتقل المفوضية كشفت كذلك عن وجود ثلاثة عشر سريرا فقط لمعالجة المدمنين في مستشفى لمعالجة الحالات النفسية يستقبل المرضى بشكل دوري وليس يوميا وعدم وجود أي مسحة مختصة في معالجة مدمنين مخدرات الأمر الذي يضاعف مآسي هذه الآفة التي باتت تنخر جسد المجتمع وتمزق مستقبل أفراد